واللي يستخدم حاله كمثال يرفع ايده ويفتح الشاشة تبعه لنبدأ نمشي على الموضوع تفضلي لينا اه اكشلي سوري بس لحظة قبل ما تبلشي معلش في كذا ووش جديد ممكن بسرعة تعرفونا على حالكم الصبايا والشباب الجدد اللي اول مرة بيحضروا هاي الجلسة كونها هي يعني جنرال اسمبلي اجتماع للطلبة والطلبة اللي بيديروها فخلينا مثلا ماريا عنام ممكن روان اول مرة بتشوفها آية وفيه ألاء كمان شفتها لأب شوي اذا بتحبوا اللي بادي جديد يرفع ايده وورا بعض بتعرفوا على بعض بتعرفوا على حالكم خبرونا انتوا وين هلأ مقيمين شو عم تدرسوا او شو حابين تدرسوا ومن وين الاصل تفضلي ماريا اوكي انا اسمي ماريا ساركيس انا من لبنان خاصة انا قاعدة بزحلة وهلأ بعد الحاضر انا بدرس اول سنة فاشن ديساين بنيو اجيب بيروت اهلا سهلا هلأ طالما من وراء الحرب وهيكي ما كتير لحقنا ندرس بس بوقت الحاضر عم تتعلم مقصص جديدة مع انه في اشيه صعبه يعني فوقت تحسي حالي كأنه خاص بيتترك كل شي بس بعدين لا بيتكافي يعني فاو فاكي اهلا وسهلا فيك ماريا اهلا ايا تفضلي مرحبا كيفكم انا ايا من الاردن بدرس هندسي مدني حاليا بشتغل وبدرس طبعا فيس الحمد لله يعني اوقات افتح الميتنج وانا بالشغل فكتير بس طبع لي قدام ودير افتح الكاميرا بس دائما بحاول 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 بس الحمد لله اليوم يعني لاني اخذي اوف الحمد لله يعني عم ضبت جدولة بالجامعة وهيك وفعت حال لابتوب فا يفسي لأيطلق النظر كتير سيمبل كتير احسن واحسن طبعا انا كتير بأيد ان افتح كاميرا واشوف الكل واشارك دائما يس يعني مع جوء اهلا وبتحس كمان هون بالاردن بتأسرة شوي الاجواء بالحرب باللبنان وبغزة وبتحس ان نصها هيك في اشي هيك ماسك في صعوبات اقتصادية صعوبات عالطلاب صعوبات حتى بالتسجيل بمكتب الوافدين عنا فا يس هذا كل شيء يعني حالي اليوم وين ايا ساكني بالاردن هلا انا ساكني اخلي سكن في عمان ضحية رشيد مع اختي فا يس اخلي سكن معه واهلي اصلا هني بالاخوار فا يعني انا بيجي بالوكيند بحاول اخذ اوف واشتغل كل شغلي على الانلاين مشان اشوف اهلي وبرد برجع بداوا مع الجامعة وبدوا مع شغلي فيعني هيك وضيتها انتي اردنية والداني بالاردن لا انا من سوريا انا من حمص انا من حمص انا تاكني بالاردن انا من ايام الازم تمام اهلا سهلا فيك مين تمام لسا معرفة حالو مع المجموع فيه هبا المفلاني وروان الصالح حطوا رفعوا ايدا بس بالشات ويمكن الاء كمان تفضلي الاء الاء عملي ميوت او سوري مرحبا للجميع انا الاء ماضي من غزة حاليا متواجدة في القاهرة مصر وليسا عمالي يعني جديد بدأت معكم من يومين اطلقنا الحملة لحتى ابدا دراسة انتو الله رحكمل دراستي اللي توقفت بغزة في جامعة في ماليزيا جامعة ايشا باسفكي اونيورسيتي بالتخصصي اي 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 فيه شي اغلة تانية لازم اقوله سهلا فيك وان شاء الله بتكوني هلأ بتشاركي معنا بكل الاجتماعات لانه كمان عم نجرب نلاقي متطوعين من الطلاب يشاركوا بمجموعة التكنولوجي ليدعموا المنصات تبعنا فكتير من حب انه تكوني مشاركة معنا ويمكن بشار او قلاء يبعتولك الدعوة للاجتماع التنفيذي واجتماع التك اي اكيد اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك فيه حدا تاني بحب يعرف عحاله انا هبا هبا تفضلي ما بعرف انا ما نشايف بس تفضلي هبا انت فاتح الكاميرا ثماني بس هي معلش ما بدي عزيمة فتح الكاميرا يعني دخلوا رأسا فاتحينها لانه كمان نحنا مؤسسة كتير مهتمين بالشفافية ممكن تكوني كاتب اسمك هبا ما بعرف شو وتطلعي عبدالله ابن مسعود يعني نحنا بدنا يكون عارفين انه هدول الطلاب وهدول هن وما في حدا غريب بالمجموعة فرجاءا دايما نكونوا جايين وحاضرين انه تكونوا تتفاعلوا معنا صوت وصورة تمام سو انا هبا انا من توريا من درعة وساكنة بالاردن واحد مخيمات الاردن خيم الزعتري وخلصت توجيه هاي السنة وللأسف الاوضاع المالية ما بتصبحنا انه قدرس جامعة وشو حابة تدرسي انا بحب ما تسكني الكاميرا خليها مفتوحة اوكي سو انا بحب التخصصات الطبية جدا وصراحة حابة تحاليل الطبية تحاليل الطبية تمام يعطيك العافية الله يعافيك طيب ريان نفس الشي يعني انا هلأ بعطي انذارات بس بعد دقيقتين ببلش طلع الناس اللي مسكرين الفيديو من الاجتماع دايما بدنا تكونوا متواجدين صوت وصورة وكيانا وكونا يعني فجربوا تكونوا حاضرين تفضلي سندس مرحبا انا سندس من سوريا عايشي بتركيا حبلش ادرس اول سنة البشري ممكن ما كونش جديدة يعني الي فترة معكم بس لسه ما اطلقت حملتي أهلا وسهلا فيك ومثل مع المجموعة البقية شاركينا بالاوريشنز شاركينا بالفعاليات التانية وهذا طلب للجميع يلي ما عنده صورة عسلاك رجاء نحط صورة عسلاك صار في عنا مثلا كذا سندس في كذا ريما كذا صعب علينا نعرف مع مين عم نخاطب إذا ما كان في صوت وصورة شكرا إليك تفضلي رانيا رانيا عملي ميوت السلام عليكم معكم رانيا عبدالله الزعل أنا ولدت في سوريا من درعة ساكن الآن بالأردن بأحد مخيمات الأردن وهي مخيمة زعتري وصار لفترة قاعد بكون حملته وبشوف حملاتكم يعني بحاول أخذ إلهام منكم عشان أن حملة إن شاء الله تكون كويسة صعني ممكن تقريبا 6 سنين وخلص شوية بس شوية بس أي يوم وشوية صعني 6 سنين وخلص توجيهي واسع إن شاء الله حاب أدرس خصص طبي اللي هو التمريض شكرا أهلا وسهلا فيكي رانيا مونة يا ريت كونك جديد معنا على المكالمات تعرفين على حالك مونة صديقة ومتطوعة معنا وإذا بدك تعطيهم لمحة عن نفسك بيكون ممتاز شكراً شكراً راما بحب أعرفكم مع حالي أنا بعرف راما من زمان في دبي ولو صارت أحداث غزة اجتمعنا في دبي ويعني وجدت في البلاتفورم هذا فرصة إلي أتعرف على العمل الجميل اللي نشطل فيه مع الشباب من بلد مختلفة نتعلم منكم ونعطيكم من إيش معنا أنا خبرتي درسة تجارة وعلم اجتماع وفتحت فترة مركز التعليم اللغة العربية للعرب اللي بحكوا إنجليزي كلغة أولى فبتعلموا اللغة العربية كلغة تانية يعني بحب التعليم كتير وبحب التعلم كتير وحالياً بين دبي وبين الرياض أهلي سكنين في السعودية بشارك في عمل عائلي إحنا عنا في الأدوية فدخلت في عالم التجارة وبدأت أخذ كرسات عن القيادة وكيف الإنسان يكون يعني مسؤول عن نفسه وقائد لنفسه في تحقيق أحلامه وكمان يساعد الناس تانين كمان يشوفوا القدرات الكاملة عندهم يحققوا أحسن يعني كل ما بيتمنوا فهاي هي رحلة تعطية وعشان هيك مهتمة أكون معكم وأتعلم معكم من خبرة المجموعة وإذا فيه إشي أساعد فيه أو أقدمه أبكون شاكري يا أهلا وسهلا فيك مونة وشكرا كتير أنت والمجموعة اللي جمعتها من دبي على تفاعلكم مع طلاب غزة يعني أكيد له أثر كتير كتير قوي على مسيرتهم فيعطيكم ألف عافية على الشغل اللي اشتغلتوه ويعافيكي وبسرحة أنا اللي حاسة أني اتغيرت كتير واستفدت كتير فهذا الخير الحمد لله يفضل من الله علينا جميعا الحمد لله عبدالعزيز إذا بدك تحكي بإفتاح الفيديو تبعك أو بتستنى للمرة الجاية لما يكون فيه فيديو يعطيكم العافية دايق سويا عفواً بس عبدالعزيز رافع إيده عم يحكي ما بعرف مين الثاني اللي عم يحكي فضل بس افتح الصوت لو سمعت يعطيك العافية رقم السرامة اسمي عبدالعزيز عبدالعزيز أنور الحمود من سوريا مقيم في الأردن أدرس أول سنة الذكالة الصناعي كلية الإيتي أهلا وسهلا فيك وياريت كمان أنت تشاركنا بين مجموعة الإيتي لتساعد أحمد والبقية بإذن الله بإذن الله أهلا وسهلا سلامت خضالي إذا عندك شيء طيفي السلام عليكم يعطيكم العافية عندي سؤال خارجي بس بسيط عم بلاحظ أنه الكل يعني كثير عم يجينا بيدرسوا طب بشري بس من خارج الأردن مثل تركيا مثل مصر أنه مش مسموح بس فقط بالأردن بس عده سؤالي لا يعني نحنا وينما موجود الطالب والجامعات اللي بتقبله نشتغل معه يعني لنا بتدرس بمصر طب بشري فهي موجودة بمصر فوينما كان الطالب موجود ممكن يدرس أو إذا أجته منحة من من يعني بلد تانية مثل سندس يعني لغم أنه مو طب بشري سندس لا أنا أحلي عايشن بيدرسوا أنا متبتري لأنه عايشتين أحلي بيدرسوا يرفع إيدو معلش لأنه في مجموعة كبيرة وصعب نعرف مين عم يحكي يلي بدو يشارك يرفع إيدو وشايمة إذا بدك تشارك يرفعي فتحي الفيديو له سمحتين مو صعبة هاي الحوالي مرحبا مسترات علينا بس عفوا بس راجع أول مجدية أنا في غزة حاليا شي ما لحظة شوي يا جماعة يلي بدو يشارك بالحديث يفتح صوت وصورة إذا فاتحين بس صوت بدون صورة ما رح يكون لكم دور الدور بس للي عم بشارك صوت وصورة هاي أول شي تاني شي إذا بتكون تسألوا سؤال رجعنا نرفعوا إيدكن لحتى يكون في تنظيم شوي بالجلسة بالجلسة وثالث شي بدنا نوصل للموضوع الجلسة اليوم فإذا جدد وبدكن تعرفوا على حالكن أهلا وسهلا إذا لا خلينا يعني نكمل بمحور الجلسة ومنرجع للأسئلة والأجوبة أحمد فضل بس ملاحظة في أشخاص أجداد عنا فبرفع أيضا في الشات فلسة شكرا ما بيعرفوا كيف برفع أيضا في الزوم وشيما من غزة كانت تحكي معنا فبعتقد الإنترنت بغزة مش رلاية مثل مناطق تانية شان هيك ما كانت قادرة تفتح الفيديو فإذا فينا بس نعطيها المجال شيما من بعد إذنك إذا بتحبي تشاركينا تفضلي شيما مرحبا بس راما أنا شيما أمسرية كنت معك بالهيكا بالمؤسسة وصناعة حملة والحمد لله نشحت أنا خريجة من الجامعة الأزهر والآن بدرس جامعة أونلاين في الجامعة الإسلامية خلال الحرب بس أرجوك إنه حابة أرجوك شاركي بمجال التطوع للمؤسسة يا أهلا وسهلا فيك إذا في أي شيء منقدر نساعدك فيه يعني فيه مثل ما حكينا مجموعة مركزة مع طلاب غزة وإن شاء الله يعني بيحتضنوكي مثل ما عم بيساعدوا الباقي والله يقويكن يا رب إذا فيهم يعني بدهم مساعدة إشي مني أنا ممكن أساعد أو أطوع في شركة أكيد شكراً إليك رغت رامو بعرف أخذنا وقت كتير يعني أنه نصعب مشان نحكي على اللينك إنه أتوقع بس ضل روان الصالح هم تقلق إذا ممكن تعرفي على حالك تفتحي يعني لأنه عم تكتب حط بالشاط إنه را فائدة فما عارفاني إنه ترفع عيدة هون بالزوم بتفضلي روان لازم تعملي تشيدلي ميوت عن المايك بالأول روان كي شارة سبها المايك حاولي إضغط عليها طيب معلش خلينا نكمل وبركي بتقدر بآخر الجلسة تعرف عن حالها لينا خلينا نرجع لك إذا بتكتب هذه الضبطة تعمل أهلا تعمل أهلا تعمل تمام هلا أنا اسمي روان عملي 23 من سوريا بدرس صيدلة سنة ثالثة طبعا المفروض إنه أكون أنا هلا من بين الخريجين أو تخرجت من سنة أو سنتين بس عشان هو حلم الطفولة فضليت أسعى حتى وصلت طبعا أنا بدرس وبشتغل والحمد لله أني وصلت هاي المرحلة بجهدي وبتعبي اشتغلت بأكتر من مجال وحاليا بشتغل بمكتبة وسجلت الحمد لله للسنة الثالثة الفصل الأول بعد تعب كبير وبعد جهد كبير طبعا حب أحكي عن إشي كتير كتير بيأثر فيه وبيخلي عندي حبلة الاستمرارية إنه بالبداية لما قررت أدرس صيدلة أو طب أو أي مجال طبي كانت بسبب الحروب اللي كنت بشوفها على التلفزيون وكانت حرب غزة وقتها وصراحة حسيت بشعور صعب إنه خلال هاي الفترة الحالية اللي هنا بيأشد الحاجة إلنا إنه نحنا وضعنا ووضعهم تقريبا نفس الاشي بس بنفس الوقت بخلي عنا حافز كبير حتى نكمل وحتى نحط أهداف جديدة طبعا مو بس هيك كمان دائما بس عن يكون عندي مهارات جديدة بيستخدم كل برامج الأوفيس وبحب أتعلم دائما أشياء بالتصنيم الجرافيكي وإيش بخص التكنولوجيا وبالإضافة أني كتير بحب الأعمال التطوعية عندي 292 ساعة تطوع مع منصة نحنو اللي هي تابة على مؤسسة ولي العهن مشاركة بكتير مبادرات كانت جوا المخيم الأزرق طبعا أنا حاليا سكان عمان بس كانت بداياتي بالمخيم الأزرق وكل يوم بنكبر في بيكون فينا أحلام جديدة وطموحات جديدة وأهداف جديدة وتشرفت كتير فيكم وحبة إنه تكون إن شاء الله بداية خير وتكون خبرات جديدة بتنضاف لحياتنا ولمسيرتنا هاي اللي إن شاء الله حتكون مؤثرة بالمستقبل سهلا سهلا فيكي روان شكرا كتير على اللي ذكرتي لينا مرحبا جميعا تترفت معي فتكم كلكم لا لينا بالمرة موسامعينك يعني في شي مشكلة بالصوت دايما كتير كتير واطي ما بعرف هيك منيح ولا يا يا هيك أحسنك يا أهلين جميعا بحب أعرفك عن حالي أنا لينا عيطة طبيبة إمتياز في مستشفيات جامعة القاهرة ومتطوعة مع vip.fund طبعا أنتوا ما شاء الله عليكم دفعة متقلقة فبحب أحكي لكل الطلاب الجدد اللي معنا اللي حابين يتطوعوا يروحوا على vip.fund ويقدموا طلب تطوع علشان حيكون عندنا orientation قريبا علشان نعرفكم على إحنا وين بنشتغل وتبدأوا تبلشوا شغل معنا فحاولوا تعمل هذه الأشياء خلال يومين هدول علشان orientation حتكون ممكن تكون خلال الأسبوع اللي جاي هلأ بالنسبة لموضوع اليوم اللينكتين أنا مبارح لسا أعملت update لللينكتين تابعي فها أعمل share screen علشان أقولكم شو التغييرات اللي أنا عملتها وليش وطبعا أكيد feedback is very much welcome آم سواني هلأ هاي صفحة شايفين الشاشة تابعتي هاي صفحة اللينكتين تابعي أول إشي لازم نبدأ بالصورة الصورة كانت formal بس أنا قررت أغيرها لfun headshot ما بعرف إذا هذا أفضل قرار ولا لا بس كنت بدي إشي يعبر عن أنه طب وإشي شوية هيك يكون فن فأخدت الفيدباك إنه في ناس قالوا آه هذا خطوة كويسة وفي ناس قالوا لازم تكون الأفضل إنها تكون صورة professional وفي ناس قالوا الفن بتخليكي شخص more approachable it adds another layer to my personality يعني طبقة جديدة لشخصيتي فأحب الفيتباك تابعكم على الصورة تاني إشي اللي هو الheader أو شو الintroduction اللي أنا حطيتها عن حالي أول حاجة أنا طبيبة فحطيت physician تاني حاجة حاليا في إلي اهتمام بي اللي هو التكنولوجيا أو توظيف التكنولوجيا في تطوير القطاع الصحي التكنولوجيا وكمان الـ AI أو الذكاء الاصطناعي وطبعا حاليا أنا أخدت بما إنه أنا بشتغل أو بأتدرب مع transform VC اللي هم بيستثمروا في الحلول التكنولوجية وحلول الـ AI في مجالات مختلفة منها الـ health care أو القطاع الطبي فهذا إشي بيساعدني في إني أخد خطوة تجاه هذا الهدف الجديد تبعي فحطيت إنه أنا health tech enthusiast وليش أنا بدي بشتغل بالـ health tech أو لأنه أنا بدي أستكشف شو هي آخر التطورات وآخر الاختراعات اللي هتربط القطاع الصحي بالتكنولوجيا تاني حاجة عملتها هي إني رحت على الـ experiences تبعتي الخبرات عملتها بترتيب chronological من الأجدد للأقدم أول حاجة اللي هي أجدد حاجة أنا دخلت فيها اللي هي transform VC أنا investment analyst أو محل الاستثماري حطيت التاريخ وحطيت نبذة عن شغلي بترانسفورم وكمان حوالت أحط قديش skills أنا تعلمتها بترانسفورم أو الترانسفورم بضيف لي إياها قديش أنا بقدر أحط skills حطيتهم فحطيت كتير skills يعني من اللي هو risk assessment, market research, due diligence, networking واشياء كتير فأنا كان عندي هذا إشي مهم إنه أنا أحط add skills قد ما بقدر أحط skills الحاجة التانية اللي هي VIP أنا بشكل أساسي بشتغل مع الـ volunteers لكن بتطوع في حاجات تانية زي الـ communication team والـ onboarding team فحطيت هذا الإشي بالنبذة برضو اللي كتبتها وبرضو تاني حطيت حوالي تنشر skill مش بس skill أو اثنين هو LinkedIn بيقولك إنه إحنا بننصحك تحط على الأقل خمسة فأنا حطيت كتير ورأى وثالث إشي اللي هو طبيبة امتياز لأنه الامتياز جايما هو دراسة يعتبر شغل كمان لأنه إحنا بنتعلم عن طريق الشغل فحطيته بالـ experiences ونفس الإشي وبعدين حطيت الـ education حطيت بس الجامعة ما حطيت الـ high school لأنه ما بعرف قديش المدرسة أو السنوية relevant بس هذا إشي ممكن أضيفه بعدين طبعا الـ education إشي أنا لسه لازم أشتغل عليه لازم برضو أحط نبذة وأحط skills اللي أنا تعلمتها وهيك أشياء وبعدين في licenses and certifications أنا أخدت كورسات بالبحث العلمي بـ systematic review and meta analysis فأحطيتهم برضو هم لسه محتاجين شغل برضو نفس القصة نبذة و skills الـ volunteering كان عندي خبرات بالتطوع كتير قديمة فحطيت بس أحدثهم بس برضو ممكن أزود عليهم كنت بتطوع مع non-profit اسمها Isaac هي عالمية كنت بشتغل مع الناس اللي حابين يشتغلوا بالـ startups في مصر الناس من برى مصر الغير مصريين كنت أنا المسؤولة عن ال-coordination سواء ال-interviewing طبعهم نأتكلم مع الـ startups اللي بدهم يعملوا recruitment فagain هذا بده تزبيت فالـ skills هنا automatically ظهرت أي skills أنا حطيتها في حوالي 30 skills وبعدين الـ publications تبعتي أنا ناشرة ورقة بحثية بالـ 2020 وقت COVID فحطيتها وال-languages طبعا في حاجات لسه لازم أشتغل عليها زي وكمان إذا أنا شاركت في أي مؤتمر شاركت في كذا مؤتمر لسه ما ضفته فهذه أشياء برضو أنا لسه حضيفة وآخر إيشي طبعا لازم نكون شغلين عليه هو البوستات تبعتنا على لينكتين هاي برضو خطوة لسه حشتغل عليها إنه البوستات تبعتك لازم تكون بترفلكت ال-interest اللي أنت الحاجات اللي أنت مهتم فيها شغلك لازم يكون عندك بوستات في مجال شغلك في مجال تطوعك وفي القضايا اللي بتهمك طبعا هاي حاجات لسه أنا راح أضيفها على صفحة لينكتين تبعي وتقريبا هات كل إشيي شكرا في أي حدا عنده تعليق على اللي ذكرته أي اقتراح أو أي سؤال فضلي رغل أول شي لينا شكرا كثير على الشرح كان كثير وافي أنا عمست عندي اقتراحين هلأ بالنسبة للصورة الشخصية هي كثير حلوة أول شي بس ما بعرف أنا إذا هي أنه نحنا مفروض نحطها لأنه يوم كنت عم دور كيف في التمبليت اللي حتى أنا أتصور صورة على لينكتين وحطها أنه كثير كانوا عم يحكوا أنه رسمية ونوقف وكذا وهيك فما شفت اقتراحات أنه صور فن فما بعرف يعني هاي إذا ممكن نسأل حدا تاني عنا وبالنسبة كمان للباككراوند الصورة الكفر أنا شفت أنه يعني إذا حطيتها تكون أكتر بتعبر عن شخصيتك والشي اللي أنت بتحبي فكمان بس كان عندي هاي الطعليق الزماريس لمروض أحمد الله أعطيك العافية لنا آآ شرحواها فيه نفس الملاحظة كان عندي بدي أحكي كنت على الصورة نصح الصورة حلوة بس بأتوقع أنه تكون لموقع زي لينكتين تكون أحسن من وجهة نظري يعني وكمان لو أنه الواحد يصير ينزل على لينكتين كل فترة مقالة أو يشارك مثلا في نقاش ويعمل ريبوس يكتب رأيه في مجاله بيخلي اسمه يطلع أكتر يعني لينكتين كل فترة ببعض تشعر لهذا الشخص بعد هيك أنه تم اختارك أنك تحكي عن هذا الموضوع مثلا في خبراء في ناقشوا هذا الموضوع أنت شو رأيك أيوة تمام صحيح برضو موضوع الكتابة هذا برضو إشي أنا كنت حطه في بالي أنه لازم أشتغل عليه في المستقبل يسلم أحمد مارغريتا يس أنا كان بدي أحكي الصورة الصورة كتير جارية وكتير حلوة بزيت الوقت يعني it's so courageous of you أنه تحطي هيك صورة على موقع مثل لينكتين وصراحة شجعتيني أنه غير نظرتي بالصورة أنه ما ضرورة بقى نكون وقفين متل صف مدرسة وعم نتصور in a very formal very corporate way هايدي بتفرشة أكتر شخصيتنا ونحنا شو منقدر نقدم services plus كرمال الكفر you can add a small call to action a small something to help people get more in touch with you بحتي الإيميل بحتي صورة يعني أكتر من فرمال ساعة تتمسجي بين بيتنين كمان كرمال اكترح when you write and contribute to articles you can also write some posts مش ضروري articles يعني مثلا انت اليوم بي في سي ملتشي تكشفتشي you can post about it تمام thank you ماركريتا سندوس أنا اللي خطر لي عفوا عفوا إما تجبتش يا عفوا أنا اللي خطر لي أنه فيكي بصراحة تعملي post عن موضوع الصورة تحديدا وتحكي أنه يعني وممكن تجيب interaction كتير منيح يعني تكوني عم تتواصلي مع الناس اللي أنت عندك يا هون أنه فيكي حتى تحدي الصور وتقولي أي وحدة بتلاقوها أحسن وفيكي تحدي أنه reaction لهاي لازم نكون هيك وreaction لهاي لازم نكون هيك وتحكي عن هاي التجربة إن جنرال أنه أنا أنا صايرة بمجالين يمكن هني كمان كتير مختلفين نوع التعاطي في هون كتير مختلف فشخصيتي هي ما بس شخصية ما بعرف الصورة تكون بال white coat مثلا ما بعرف فأنه فيكي تحكي أنه أنه تحكي عن هاي التجربة إنه كيف أنت قرار صورتك على لينكتن أي وقت راح ممتاز لأن أنا كتير بشنت بهاي الصورة يعني كتير حابة أخليها فبدي أعذار إن أنا أخليها فيا هذا إشي ممكن أنا أعمل فعلا thank you سندس آيا بصراحة كتير حبيت الحساب باللينكتن تعي حبيت أنه كيف أنت حافظتي أنه أنه ما دخلت بمودر رسمية مثل ما حكيت لفتني كلمة لما حكيت أنه أنا حاولت أعكس شخصيتي أو أعمل لير لشخصيتي بهاي الصورة فلا أنا هون حسيت أني عن جد غيرتي للفكرة اللي براسلة لأنه أنا هيك كله بيحكي لللينكتن لازم تكون صورة رسمية صورة مثلا لابس فياتها برسمة الخلفية تكون بيضة أو ألوان متناسقة فتغيرت فكرة عن الصورة بس قلت برضو أنه يعني هو أنت حرة إذا أنت حاب كتير حاب هاي الصورة ومثل ما حكيت لكسندوس قبل شوفها فيك تعمل اللي اقترحته بس بالنسبة لرأي أنا ما يعني بقول أنه منت أنت تشتغلي على صورة الباكجراوند أنه تبين فيها أنت شخصيتك شو وتخلي الصورة بشكل رسمي أنه وتحاول تعملي ماكس بين الباكجراوند والصورة الشخصية فيس وحبيت كل شيك تبتي بالحساب يعني ما شاء الله إنجازات رائعة جدا 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 يسلم يسلم آية مؤمنة أول شي عشبتنا صورتك بس طرح أول ما تشوفها لرأي صور ثاني شي بالنسبة لل بوست واللي عم بولك بالنسبة للارتكلز وهي كان أنا حاضرة عن كيف من حسن الليك تبعنا فكمان أنك تحطي كومنت لعالم مثلا الناشرة بوست اهتمامات النفس اهتماماتك عندهم قضايا نفس القضية تبعك بوست عجبت يعني فما تكتفي بأنك تحطي لايك أو love أو support وخلاص لا احكي بالكومنت ناقشي بس ما يكون بشكل كتير طويل لأنه هذا الشي مثلا إذا حضرت لك لايك على الكومنت تبعك فبصير يبين البروفيل لك عند أشخاص تانين فما ممكن يسير لك لكن كومنت تبعك اللي كمان وفينا نحط ديزاين إلو علاقة بالميديك والفولنتيرين اللي اللي عم تعمله مع في اي بي دوت فإذا بدك هاتشي فيني أنا كمان ساعدك الموضوع ممتاز ها حكي معك بالموضوع إن شاء الله ماريا بدي أسأل عن قصة الصورة القصة هي إذا نحنا كنا سوا خطينا البروفيل إن نحنا وقفين إن فورم وي وهاكي بس إن ما بتبين البرسنالي طبعنا إذا نحنا وقفنا إن فورم وي يعني السؤال هو على أي أساس الشخص حيعرفنا بدون لنفرجيش البرسنالي طبعنا هيدا 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 شو عم يضياني إنه ليش كلهم سوا بتنيقفوا إنه الصورة طبعه لازم تكون فورميل بس نحنا من لازم نفرجيهم إنه نحنا البرسنالي طبعنا غير مثل الصورة اللي نحن حطينا هي ما برش إذا فهمت علي ملا فهمت عليك هو تقريبا في هدف من إنه الصورة تكون فورميل إنهم يشوفوا إنه انت جدية كفاية لو في فرصة معينة سواء بالجامعة أو بشغل شوفوا إنه انت جدية كفاية لهاي الفرصة بس بيكونوا توقعوا مثلا الفرصة لانتي شغلة بالأخير بيطلعون الفرصة غير يعني مش كأنه هون بيصير لخبطة أكيد بس لو في فرصة بيعمل معك وفي أبليكيشن أكيد خلال هاي البروسيس هيتعرف عليك أكتر آه ماريا مونا بصراحة أنا رح أسأل أسئلة أكتر عشان بس يعني أفتح أوسع التفكير أنه أنت برأيك لينكتون هي مكان إيش طبيعته وإيش هدفك من أنك تكون فيه وإيش طبيعة الناس اللي أنت بتطلعين هم يشوفوا لينكتين تبعتك ومشاركاتك وكيف ممكن يشوفوا هذا الشيء وتسألي نفسك كمان ليش مهم كتير أن أحط هاي الصورة المختلفة عن المتوقع في هذا المكان فهو بس أسئلة اكتشاف ذات وإن شاء الله تساعدك يعني ما فيه صح ولا بس تستكشاف شكرا كتير مناقس إلا ممتازة جدا فهل بتحبوا أجاوب عليهم للمعرفة للطلاب هلأ بالنسبة لينكتين هو مفروض منصة منصة احترافية فأي حد حابب يقدم نفسه بشكل احترافي بيستخدم لينكتين عشان يقدم نفسه عشان هيك إحنا ضروري أن نعمل لستنج لكل الخبرات اللي عندنا للتعليم تبعنا للاهتمامات تبعتنا سواء من خلال اللي هو البروفايل أو من خلال البوستس اللي احنا بنحطها علشان طيب شو طبيعة الناس اللي احنا بدنا نوصل لهم مين احنا هي الناس اللي في اللي هي في برامج قبول الجامعات برامج قبول المنح هذا بشكل أساسي لو أنت طالب وكمان الناس اللي بتقدم وظائف الموظفين علشان بيكون من خلال بيعملوا إعلانات للوظائف تبعتهم فبالتالي انت لما تقدم حيطلع على البروفايل تبعك وبتطلع على السكيلز السكيلز الموجودة عندك هل هي مناسبة لا الوظيفة ولا لا وحتى لينكتين عنده عنده طريقة أنه يقول لك أنه السكيلز تبعتك مناسبة لأوبنينج في وظيفة معينة روح استكشف هاي الوظيفة وأدملها الأوديينس أو الناس اللي أنا حابب البروفايل تبعي يوصلهم هم الناس اللي بمجالي علشان أنا آه وهذا كمان برضو لينكتين هو وسيلة لأنك تعمل حاجة اسمها نتووركين تتعرف فيها على ناس في مجالك وبيشاركوك نفس الاهتمامات أو تتعرف فيها على اهتمامات الناس أو ناس جديدة فهو وسيلة ممتازة للنتووركين فهدول أنا التاركت أوديينس تبعوني اللي هم الناس اللي بيشاركوني نفس المجالات والاهتمامات الكوليج أدميشن زوبردو ريكروترز هلأ أنا مش بشكل أساسي بدور على وظيفة لأنه في طريقة معينة أنا عشان أحصل اللي هو الاختصاص أو الوظيفة بيتضمن أنه ممكن لو هم بدون يخلوني أختص في البرنامج تبعهم ممكن يطلع على لينكتين تبعي بس مش أنه أنا عن طريق لينكتين حلاء الوظيفة أو أقدملها فبشكل أساسي حاليا هو النيتوركينج بس بعدين ممكن آه لما أدور على وظيفة بعد الاختصاص أو أو مثلا بدي مثلا position research هلأ فآه ممكن هذا إشي عن طريق لينكتين ألا إيه فهاي تبعوني بشكل أساسي بناس بالمجال سواء النيتوركينج أو للا جوابت على كل الأسئلة حس حالي تسيد إشي ليش مهم إليك كتير تحطي الصورة المختلفة عن المتوقع مهم إلي علشان علشان الصورة حلوة أول حاجة ثاني إشي بتبين اللي هو جزء من شخصيتي مش حيبين بالصورة الفورمال وهد يعني حد يعني حد حكى لأنه لما ما تحكي ما تضلي بس تحكي بشكل فورمال عن حالك وتيح بيضيف يعني جزء تاني لشخصيتك خصوصا أن المتوقع دائما من الأطباء يكونوا على أعلى قدر من الجدية والمسؤولية وبس بيدرسوا وبس بيشتغلوا وزي بيتعاملوا مع الأطباء كروبوتات فهاي فرصة أنه تقولي لا أنا مش بس روبوت أنا في في جوانب تاني لشخصيتي في اهتمامات تانية في عادي بعرف أمزح وبعرف يعني هافن فعشان هيك كانت هاي الصورة مهمة تانكي مونة أسئلة كتير ممتازة جودي السلام عليكم وعليكم يعني كتير عندك أشياء وبانية لسه أبدأ وكان عندي طريق أنه أنا بحاول أبدأ يعني أبني للينكتين فرحت على الكارير سيربس اللي عندنا في الجامعة فحكت لي أنا كنت حطة أني أنا يعني حطة أنا من مين فحكت لي أني أشيلها عشان وأنا بدور على خاصة حتى في الرزمة كمان أني أشيلها عشان ما يكون في بايس خصوصاً هان في أمريكا يعني إحنا ممكن في بلادنا ممكن لا لكن هان ممكن يحكي أنه آه ممكن مثلاً مسلمة أو إشي أو يقول أنه هادي انترناشن حيكون فيه لسه ستبس أكتر للتقديم فهي نصحتني أني ما أبين إشي من زي ما تقول شخصيتي أو أشياء الخصوصية عشان لما يدور هو على حدا بده بقدم على وظيفة هو بس بتطلع على خبراتي عشان يكون أنا بيني وبين الناس التانين يعني إشي زي ما تقول متساوي يعني كلنا كلنا ناخد نفس الفرصة أيها برأي ممكن برأيي أنه ما تخبي أي شي أو أي جزء من شخصيتك و أنا بس ذكرتي أنه يعني الشغل زي ما تقول لي خصوصاً وأنه بقدم على الشغل أنا أهم إشي عندي الخبرات لما أطلع عليه يعني هو حبيت أنا لما حكيتي فكرة الصورة حسيت أنه فعلاً يعني إحنا لازم يعني أبين أنا اهتماماتي لكن اقتراح آية عجبني أنه ليش ما نخليها في الصورة الخلفية هو مش على الصورة بس بشكل عام يعني حسيت أنه لازم أحكيها عشان هي هيك نصحتني فلقيتها يعني معلوم معلوم مهمة بس أنا بشوف أنه صح هو في ناس ممكن ريكروترز ما يوظفوك لأنك لو في فيزا هم ما بدهم يسبونسوروا فيزا بس ما عدا عن ذلك مفروض لو أنت الشخص المناسب المكان المناسب يوظفوك بغض النظر عن الباكراوند طبعي يعني مشكلة الناس مشكلة الناس عندها ضمير يعني مشكلة الناس فكي ناس بتبدأ فورا يعني أدركت لهذا الموضوع صحيح هو حلو أنا حبيت فكرة اللي حكتها صندس أنه تبدأ يتنشري أنا حبيت الفكرة هذه سري بس إذا ممكن لأنه تضل عنا بس الدقايق على السريع الآخر سؤالين وجوابين تمام والشؤال رح أحكي ملاحظة جدا مهمة ممكن تفيدك بأنك عم تشتغلي على linkedin في عندك قسم الrecommendation لما تضغطي عليه بتبعتي مثلا لراما لرائد لأي حدا اشتغلت معه يعملك recommendation هيك بيصير عندك كأنه cv كامل و linkedin فيه feature فيك تطبعيها لحتى تطبعي linkedin تبعك كcv بالإضافة أنه فيك تضيفي كل بلوغز والأي article كانت بيت على الانترنت لقسم الارتكل بالlinkedin ممتاز thank you وشار أنا رح أوقف آخر عند سلام معلش لأنه فيه ملاحظات لسمن حكيت بفتكر مهمة تسمعيها لينا فعالسريع لو سمحت سلام يعطيك العافية لينا يعطيكم العافية أوش الصورة كثير كثير حلوة والمعلومات اللي حصلتها كمان كثير حلوة بما أنه بدي أحكي عالسريع فعندي سؤال واحد انت شو حستتي من خلال هاي المنصة اللي بتغلي به الميز مش موجود بالمنصات الثانية ما فهمت سؤال ما فهمت سؤال المنصة خليني أنا جاوضها معلش هاي المنصة الوحيدة التقنية إذا أنت بدك وظيفة الناس بيجوا بدوروا على الناس بدون وظايف هون ما حدا بتطلع على فيسبوك إذا بدوا يوظفك أو بتطلعوا كثانوي بس هون أنت عم تحط السيرة الذاتية تبعك فعم بتركزي على الأمور التقنية الشغل العلاقة بالشغل عادة عن الأشياء اللي أنا بدي حط صورة لأهلي ولا صورة للوضع الاجتماعي اللي أنا فيه وشغلات هيك يعني ثانوية هاي professional كمام أنا بس بدي أحكي كم شغلة معلش ما تأخذني عبد العزيز لأنه إذا ضل وقت ممكن أن تتجاوب تتجاوب أول شي يعني الكل ركز كتير على الصورة هذا كمان جزء من تبعنا يعني أنتوا عندكم شي بسليكم تكونوا أنه نحن متربيين يا شغل يا حياة اجتماعية اتنين ما بندمجوا مع بعض بينما يعني التوجه أن الواحد يجيب كل نفسه للشغل ما يكون عنده هالفاصل بالذات لما بلشت السوشال الميديا تاخد دور قوي أنه صار صعب الواحد يخبي أصلا هو شخصيته هي نقطة أولى نقطة تانية مثل ما ذكرت لينا الأطبة المهم يكون في شي مميز فيهم وفي كتير انتقاد للأطبة أنه ما عندهم بيسموها بدسايد مانرز منيحة ما بيتعاطفوا مع المرضى فهذا بيورجي شخصية تانية وفي شخص من زمان عملوا عنه فيلم اسمه باتش آدم زيارة لو تتفرجي على الفيلم هو كان طبيب في فرجينيا وكان معروف أنه دايما بدخل على كان للأطفال بدخل مع هذا الأنف الأحمر اللي بيحطه المهرج فكتير كانت شخصيته رائعة مع الأطفال وهيك فممكن تشوفي كيف منه الشيء التعليق الوحيد على الصورة أنه كتصوير هذا الخط الأسود اللي ولا راسك قاطش الصورة فلو تاخذي نفس الصورة بدون هالخط الأسود وبريتن the picture يعني make it brighter لأنه غامقة شوي الصورة ونذكر الموضوع التاني على الbackground أنه ضيفي شيء بالغلب If you go further down وين حط أنت الVIP فند غلط لازم تحطيه بالvolunteer section هي أول تعلي لأنه يعني المحور تبع الVIP مو داخل بالمسيرة تبعك كطبيبة أو كinvestor in medtech because it's a volunteer organization بتحطيه بالvolunteer section وبدل ما تقولي coordinator of volunteers قولي volunteer coordinator It's the right way to say it بعدين إذا بتطلع يفو you have to add fellow على لأن investment analyst تحي أنه عندك وظيفة وعم تقدير أجر عليها بينما كinvestment analyst fellow أو investment fellow ممكن توضح أكتر أنه أنت كمان هون بمرحلة تدريبية so those are the two comments ياريت لو اللي عندنا المجموعة اللي مشغولة بالcommunications يغيروا stay on the volunteer fund يغيروا اللوغو لأنه أي أحد رح يجي يطلع يقول she's volunteer coordinator بالVIP fund شو هو الVIP fund الwebsite والصفحة تبعا linkedin عندن two different logos فهذا كمان بنعكس سلبي على شخص اللي عم بيستخدم الVIP fund كreference بس يعطيك العافية الباقي it all looks good والأدفايس اللي عطاها بشار والباقي كتير منيح بالنسبة لل other issues تمام thank you so much of course you're welcome هلأ ضل دقيقة إذا عبدالعزيز بدك تاخد آخر نفس بدقيقة الله عطيك العافية مسترامة نعرفيك بس تسمحتي عندي سؤال على خارج الموضوع علشان الفيديو سكريبت حاولت أكثر من مرة أبعث أبعث حيلي بتكت رسباند وما جاني ولا أي علشان الفيديو أنت موجود معنا على سلاك موجود على سلاك نعم وبعتت على سلاك على الصفحة تبعى الطلاب والكامبينز والله صراحة لأ بعت لمستراشا وما ردت مستراشا شخص واحد بالمؤسسة عم تتطوع مرات وقتها معنا مرات لا فرجاعهم لو تحطوا أي أسئلة عندكم عن الحملات على المجموعة المفتوحة أي حدا بتبعتوله فردي مو مسؤول أنه جاوبكم متطوع وقته ممكن بيسمح له ممكن لا إذا حطيتوها بالمجموعة في عنا على الأقل خمس أشخاص يجاوبوكم عليها وآخر نقطة بدي أحكيها لجودي تحديدا جودي نظر الشخص اللي عطاكي هذا الأدفايس كتير سلبي وكتير غلط لأنه نحن عنا ثلاث مليون شخص من أصل عربي مسلم بأمريكا حتى لو مو عربي مسلم اللي ما بيوصفك الله لا يرده أنت حجابك ملبوس حتى لو لو أنت صبيتي شخصيتك ما أنت متحجبة أول مرة رح يشوفك حيعرف شخصيتك فلذلك لأ أنت تجهي توجه تاني أنه أنا هاي أنا ورقى لاقي شخص يقبلني كأنا ولازم مثلا نرجعي للسيرة الزاتية تبع داندي أو أي ناس تانيين من المشاهير ما حدا مشهور بالدنيا انشهر لأنه خب شخصيته وتقمص شخصية تاني لازم تكون كتير فخورة بالخلفية تبعك وهاي يسرى وأحمد موجودين بنص أمريكا وطالعين من غزة وعم يحكو أنه هنا من غزة وما حدا عم بيعني شو بيسموه يكون ضدهم فلازم أنت تغيري من جواكي الطريقة اللي أنت عم بتتكري فيها وما تسمحي لأي حدا يقولك خب شخصيتك يعني وإذا تفعلتي معنا أكثر بتلاقي فرص عمل يعني كمان هذا شي من مسؤولياتك أنه نحن عم نوفر فرص عمل للتانيين اللي موجودين بأمريكا أو اللي مو موجودين بأمريكا بس أنت لازم تكوني معنا أنت بتجي يوم وبتغيبي عشرة كمان هذا الشي بأسل سلبي عليك لأنه ما عم تستفيدي من الكميونيتي تبعك نحن الكميونيتي تبعك بل شي فينا وبعد نطلع إلى الناس الغربة تمام شكراً كتير لكم وشكراً للفائدة اللي كلكم فتوها للينا وإن شاء الله تكونوا استفدتوا كمان منا وإلى اللقاء بالجلسة الجاية باي 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 ترجمة نانسي قنقر